من مرح حد طقت في دماغه بالليل أنه يستخدم تطبيق اسمه فيس أب التطبيق ده موجود من سنة 2016 عملوا مجموعة من المبرمجين الروس بيوضى بالسيلفي وبيحسن الصورة ومنه أنه يعمل لك سنك كمان ستين سنة ولا سبعين سنة فجأة جدعان من مبارح مصر كلها قررت أنها تشوف شكلها وشكل كل الناس اللي بقى قادي أمير كرارة بعد سبعين سنة قرروا يحولوا الناس كلها لدار مسنين يعني تفتح النهاردة التويتر تلاقي دار مسنين كله قادي حماقي وهو عنده حاجة وسبعين سنة بس طبعا عضلاته ما هو دي واحدة ما تغيرش بقى الصورة دي وهو الآب دا زكاء صناعي شغال على الوش مش عالجسمه كله فطبعا الأخ حماقي وشه تغير بس عضلاته زي ما هي ما جرلاش أي حاجة دا بقى استنى بقى عشان دا حبيبي 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 كمسة حبيبي دا بقى الآب ضرب يعني الآب ما عارفش يشتغل معاه دا حد قدر إن هو يكبره إنما كل ما يجيبه الآب على الهضب عمر دياب إنه يكبره عمر دياب ما بيكبرش قال لك عمر دياب ما بيكبرش لأنه هو يمكن الآب لو كبره يصغره إنما دا حد من المحاولات النجحة إنما الآب بيهنج مع عمر دياب عمر دياب صورته ما بيجرلهاش أي حاجة أهو الآب مش عارف يقرب له الآب يعني الهضبة اللهم صلي على النبي الصحة بتكسر أي آب يعني عنده قدرة إنه يبص للآب يقول له إرجع ياب في الآب يرجع على طول إنما أي واحد فينا يروح طبعا طالع على دار المسنين على طول ما عندهش أي مشكلة كثير من المحاولات وكثير من الصور ده العبد لله وهو عنده حاجة وسبعين سنة زي بتشعي فيه كده طبعا دي مش محاولة وحيدة ده اتعمل خمسين ستين محاولة القضية بقى اللي مجنناني حاجة غريبة جدا أنا مش عايز يعني أنا شخصيا مش عايز شوفنا تلعي ناس كتير عملالك وبعتالك يعني أنا مش عايز شوفنا نفسي بعد سبعين سنة ولا بعد عشرين سنة ولا تلاتين سنة وبعدين اللي بيشتغل الشغلانة دي ما بيكملش للسبعين ما بيوصلش شايماء سيف وزوجها العزيز فيه طبعا عاملين عسفير كابلز مع بعض برضه علشان ايه يعني يشوفوا لما يعجزوا مع بعض ده مو صلاح يعني الراجل يعني حولوه على تبص بقى شاكله عام ازاي واحد كتبت عليه هنا قال لك الليسة بيحاول برضه ياخد الدور ده نيديا هنا دي شكله حلو برضه يعني هنا دي عشان بيعمل مكياش كتير وبتاع بيتزبط ده احمد حلمي ومونة زكي في ده شكلها ما تغيرش كتير يعني كيند علوش وعمر يوسف عمر برضه جان يعني يعني ده برضه الاب ما بيغيرش فيه كتير يعني كابتن النني دول كلهم عجزوا في البطولة اللي فات من غير من غير صور ولا حاجة شرين اهاليل بس برضه ماسك نفسها شرين في القاف لان شرين صغيرة جدا ميجي يعني شريف اكرامي بقى نسخة من ابوه يعني ده ما عملوش فيه تعديلات كتير قوي كابتن حسين الشحات كابتن حسين الشحات ان شاء الله يكون في الوقت ده برضه موجود في النادي الاهلي يعني ده من صفقات النجحة وانا برضه نفضل انا 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 ما بتغيرش خالق شعب مين الاولين ده ارجع والناب الله يخليك هو قالك ان ده شكلي وانا يعني في الاول خالق ده كابتن واقي الجمعة كريستيانو الرونالدو برضه يفضل دون كده ويفضل حلو انا بس عايز اقول لحضراتكو على حاجة بسيطة جدا الاب ده بيوريك قدرة الزكاة الاصطناعي ان هو لما ياخد حاجة ويعمل التغيرات كلها في وقت واحد بشكل واحد انما حضراتكو مش واخدين بالكو من جمع المعلومات اللي بيحصلوكو يعني انتو قاعدين تفتحوا للناس اابس تديهم صوركو تديهم معلوماتكو تديهم شكلكو تديهم دراسات يعملوها على التطور بتاعكو احنا عاديين يا جماعة بنيدي معلومات لجهات احنا ما نعرفهاش هو قاعد عاملك لعبة كده فانت فرحان ومبسوط بيها انما في النهاية هو قاعد بيعمل بروفايلين قاعد بيلم صورك قاعد بيخش على معلوماتك لو مش مصدق النهاردة او انبارح رزعوا الفيسبوك خمسة مليار دولار على بيعه معلومات لطرف تالت خمسة مليار دولار اكبر غرامة اتعملت لشركة في تاريخ امريكا خمسة مليار بص بردو نانسي عجرم ناس بردو اللي على العودة دي بتفضل مسكة نفسها حاجة يعني قبرة احمد السق برينس برينس اللي قالي يفضل دايما تامر حسني حلو بردو تامر تامر مدي على عليخندرو كده تحس ان هو بطل في مسلسلات اللي هي الاسبانية يعني عليخندرو تلاحس نوع عليخندرو جنان من امبارح على الفيسزاب تفهمش ايه الحكاية